أهلا بحضراتكو مرة تانية النهاردة احنا معنا وضفنا واحد من المطربين اللي خلقوا حالة استثنائية على السوشيال ميديا بعد ظهوره فيه برنامج من برامج اكتشاف المواهب واصل من خلاله لمرحلة ما قبل النهائيات صوت مصري قوي ومميز خلونا نرحب بالمطرب الشاب خالد حلمي سبع الخير عليك يا خالد سبع الفل يا هنبيك طلو تمام منورنا والله بنورك والله انا وصوت معا معكو جدا احنا مبسطين ان انت معنا دايما احنا متعودين انه الاصوات وخصوصا الاصوات الشابة بيكون بدأ من هو صغير من هو طفل صغير كده بدأ وبدأوا ينموا موهبته لكن خالد شق طريقه خلاص وبقى موظف في احد الشركات لكنه سرعا ما تحول مرة تانية ورجع لموهبته الاصلاوة وهي الغنية ازاي ده حصل خالد والله يمكن انا الوضع مختلف شوية يعني انا مش من الناس الهي كان بتغني وهي صغيرة وطول عمر يحب اغني اكتشفت مكونش بالدندن حتى لا خلق مع اصحابي كده وبنهزر وبنلعب ففجأة ايه ده والله صوتك حلو فانا ما خدتش الموضوع جد يعني بس غصب عني بدأ ايه بقى الموضوع البروفيشنل وجد جدا ففي وقت سريع يعني ايه اللي حصل يعني انت هل مثلا زمايلك في الشغل كانوا بيقولوا لك صوتك حلو في الله اعمل حاجة خد موضوع الغنى ده بروفيشنل اكتر عملت ايه لأ صحابي بيغنوا هم صوتهم حلو بيغنوا كده فانا قعب معهم بندندن في شوتك برده لا 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 صحابي هم كانوا معايب في الجامعة يعني وبندندن مع بعض بنلعب يعني فريتهم بيبصوا لي والله صوتك حلو لا انت صوتك حلو قوي دي بقى الفكرة صوتك حلو قوي عربك صحي جدا غناث بتاعك صحي جدا فده مش واحد لسه مكتشف نفسه من قريب مش قريب قوي يعني بتخرج من كتير برضو شوية بس انا اتدربت طبعا كتير قوي يعني اشتغلت على نفسي بدأت اطور شوية من الموهبة اللي عندي ده اللي عايزين نعرفه يعني اشتغلت على نفسك ازاي يعني بدأت اخد كلاس صغونة كتير قوي بدأت اسمع لانا ما كنتش باسمع كتير بدأت برضو فترة سيارة دخلت بقيت اغاني في الأوبرا في الأوبرا كلها فده خلاني اسمع أغاني مختلفة شوية حاجات قديمة بقى حاجات واسط حاجات جديدة فبدأت شوية بقى عندي شوية ثقافة موسيقية كده لحد ما بدرت الحمد لله دلاتي حتى بقيت انا مدرب غنى أصلا كمان غير ان انا بغني فطبعا شوية احب الحاجات اللي ابتدت شوية متأخرة عشان كده بتدي نوع من انواع يعني النطج وإنسبريشن كمان للناس التانية اللي لسه خايفة ان هي تبتدي او حاسة انه فات الوقت فحلوة قوي ان انت دلوقتي وصلت انك بتدرب غنى اه ويمكن دي بفعلا من الحاجات اللي هي نفعتني جدا ان انا عدت فترة كبيرة قوي في حياتي بسمع بس فده اداني سامع لحاجات كتير قوي حاجات مختلفة وعربي واجنبي حاجات كتير قوي فده اداني طبعا في الاخر بنسميه ادج كده شوية ان انا ببقيت عارف لما تقع تسمع كتير كده لما تيجي بعد كده تغني بيبقى عنك بالزبط بالزبط جد